اهلا بيكو فيديو جديد والتوقعات العاطسية لمواليد برج الجد. هنقول توقعات عاطسية بشكل عام بكل فئات البرج. آآ آآ اللي هي تشمل العازبين والمنفصلين والمتزوجين كل حاجة. لكن العازبين بعد ما نخلص كراءة هنقول كمان لوحدهم آآ هم ممكن ايه كن نستنيهم او ايه الفرص اللي قدامهم آآ في الفترة اللي جاية ان شاء الله. هبدأ بالطاقة بتاعتك يا برج الجدي. آآ طاقتك انا شايفك متألم جدا. يعني طاقتك فيها قلم فيها فيها آآ بعضكم ممكن تعرض لخيانة او خدايا. آآ شايفة آآ للبعض في علاقة سلسية. ممكن تكون بسبب اهل او بسبب آآ طرف عاطفي. آآ لكن انا شايفة طاقتك فيه قلم يا برج الجدي. آآ فيه آآ فيه صبر كبير قوي عندك وفيه انتظار. عندك طاقة انتظار. وفيه شخص انت عينك عليه او بتبص عليه لحد وقتي. وبترقبه ومستني تعرف عنه اخبار او ممكن كمان اقول انت في نظرتك ليه انت صعبان عليك منه جدا. آآ للبعض ممكن تكون اكتشفت علاقة سلسية. للبعض ممكن يكون اي نوع من انواع الجروح او المشكلة او المعانية اللي سببها لك الشخص ده. آآ اللي هي حاجة انت ما كنتش منتظرها. يعني انت زرعت حاجة وحصدت حاجة غيرها تماما. فانت فيه عندك نظرة لوم عتاب للشخص ده انت ليه ردتها دي كده او ليه تعملت معي كده او انا عملت معك ايه. يعني انا شايفة فيه في نظرتك حاجة زي كده شوية. آآ برج الجد. ده في الطاقة بتاعتك. الكراءة طبعا لو ما انتبكتش عليك هتسمعها كلها يعني بنسبة ستين في المية فتبقى الكراءة مش ليك. ممكن تسمعني في فيديو تاني او آآ تسمع اي فيديو اللي برج الجدي في اي قناة آآ في اي قناة تانية يعني. آآ بالنسبة للطاقة الطرف التاني انا شايفة الطرف التاني بصف عليك جدا بيرقبة. آآ شايفة فيه طرف تالت فعلا من بعض الطرف التالت ده شخص من الام ممكن ام ممكن قب. آآ بس شايفة ام بشكل اكبر آآ شايفة رفض كبير قوي من الام آآ لكن الطرف التاني آآ حذر وقلقان وخايف وبص عليك وعايز يعرف انت حصل اي معيك او بتعمل ايه آآ بيرقبك بشكل كبير قوي وبيدور على طريقة آآ الشخص ده يعني هو ما بين ان هو بيرقبك وما بين الطرف التالت وما بين ان عزيله. آآ لانه الشخص ده ممكن تلاقيه كتير بين عزل لوحده آآ في تكير في طريقة لان انتو آآ تبقوا موجودين مع بعض او انكو ترجعوا البعض او ان لو فيه طرف تالك آآ تحاولوا آآ تتخلصوا من آآ آآ من افكاره او من آآ او من يعني قراراته اللي مسيطرة على العلاقة. آآ لكن هنعرف برضو لو فيه طرف عاطفي موجود او آآ او مفيش. آآ بالنسبة لتفكيره تجاهك او تجاه العلاقة. انا شايفة الشخص ده يعني تفكيره فيك شايفك مجشع. يعني شايفك حد آآ قوي حد عندك ابداعات كتير حد شكلك كويس حد بتهتمي بنفسك. لو انتو كنتوا متزوجين فالشخص دوت مثلا ممكن يكون بيشوفك انت شخص كنتم مهتم بيه مهتم بيك مهتم بأسرة آآ عندك آآ يعني هو مفتقدك بشكل كبير لان البعد المجيشن في تفكيره شخص ده عنده طاقة تفكير وعنده طاقة تقنيب ضمير وتعبان جدا وحس ان هو بفقد حاجة غالية عليه آآ يعني مش مرتاح ابدا في آآ في بعضكو عن بعض. آآ للبعض ممكن يكون هو مش يوصيبك او انت بمتو يوصيبته. يعني في حد ادى ظهره للعلاقة او كده وصيب لكن انا شايفة في تفكيره آآ يعني هو شايفك متألم او هو متألم انا شايفة هو متألم آآ بشكل كبير قوي وشايفة ان هو آآ في تفكيره شايفة ان هو ممكن يكون آآ بيشوفك غامض او بيشوف في حاجة صعبة في العلاقة بعضكو اللي بعضكو العلاقة دي ممكن يكون فيها يتعامل فيها سحر آآ سحر تفريق لان غير كده انا عندي المجاشن مع انا شايف دول الاتنين دول جنب بعض كده آآ ممكن تكون دي طاقة سحر يعني طاقة سحر تفريق او حاجة زي كده يعني لو انتم كنتم متزوجين آآ ده هيكون البعض طابع مشاكول لكم كل حد حاست بطاقته حاست بنفسه هو في الحاجة دي او لأ آآ شايفة في بعض بسبب الطاقة السلبية دي او بسبب تدخل آآ طرف تالت بقايا كانت طريقة التدخل وبيفكر كتير قوي في ان هو ييجي او يتكلم او يقول لك عرض او حاجة زي كده لكن شايفة متردد جدا يعني مش قادر في الوقت الحالي لكن الشخص ده عنده حب لك وعنده احترام كمان لك بيحترمك الشخص ده وآآ ولو هو كان دخل في علاقة آآ فالشخص ده آآ هقول لكم الاحتمال التاني برضو لو شخص ده كان دخل في علاقة ثلاثية وانت عرفته وانجرحته وقلبك وجهك وزعلين جدا وبتعبه وبتلومه في جوه نفسك فالشخص ده حلين لوحده والعلاقة اللي هو ممكن كان دخلها دي آآ رحى آآ بطريقة اللي هي الجذب او الجلب او الحاجات اللي هي ايه اللي زي دي يعني الطاقة السهل مرحاش بقراطه يعني آآ دي حاجة تانية برضو جات على بري دلوقتي وانا شايفة شايفة قراءة فبردو كل حد يشوف السيناريو المنسب له آآ ده بالنسبة لتفكيره بالنسبة لمشاعره تجاهك او تجاه العلاقة آآ الشخص ده مشاعره هتفكر فيه على فكرة زي ما هو بيفكر فيك آآ في بينكو تواصل روحي آآ في آآ في مشاعر محتاج الشخص ده محتاج ان هو آآ يخرج من طاقة سلبية او يخرج من علاقة سلبية او من اي ان كان الوضع السلبي اللي هو فيه شخص ده محتاج آآ استشفاء بشكل كبير وآآ وشايف كمان في مشاعره تجاهك آآ شايفك انك انت بعيدت عنه قوي او بقى ما يعرفش اخبارك آآ آآ بشكل دقيق آآ شايفك بعيدت يعني ما بقيتش موجود في حياته. هقول لكم الابراج والطاقات الموجودة في سرعة قبل منسة. شايفة معك برج ستور وبرج الاسد وبرج القوس وبرج آآ آآ سور اسد قوس آآ آآ جوزاء آآ دم آآ سراطان عزراء حمل آآ برج الجاذي زيك برضو آآ آآ دي الابراج اللي موجودة وبرج الحوت. دي الابراج اللي موجودة ودي والطاقات اللي موجودة كل الطاقات موجودة معك في القراءة. لكن هنا بقى هقول لك الطاقات الموجودة اكتر على اساس هي اللي بتكون غلبة على مشاعر الشخص او مشاعرك يعني. طيب آآ في مشاعره زي ما قلت هروج من طاقة سلبية آآ شايفة كمان آآ في عنده حيرة آآ والحيرة دي نسبب باله ازمة. ازمة في ان هو يتقدم للعلاقة دي او ان هو آآ يلاقي حل يعني في عند الشخص ده آآ ازمة في الوقت الحالي قوية جدا آآ في عنده حزن بسبب رحيل آآ مش عارسة ليه حتى برج الجاذي انك انت اللي سبته ومشيت بسبب اكتشاف حاجة برضو يعني. لكن شايفك انت سبت الطرف ده ومشيت والشخص ده حزين جدا آآ وعنده ازمة في التواصل معيك او في ان هو يرجع لك او يتكلم او كده. وعنده حيرة كبيرة قوي بين امرين. ممكن بينك وبين اهله. او بينك وبين اي ان كان الطرف التالت. او بين ان هو يرجع او لأ. آآ شايفة فيه اشتياء وحنين ليك بشكل كبير قوي. آآ شايفة فيه آآ لو انتو بينكو اطفال آآ شخص ده ممكن يكون مفتقد الاطفال ولو انتا لمعاك الاطفال. وفيه اشتياء كبير ليك كمان وفيه تفكير في الذكريات بشكل كبير وفيه الشخص بيقعد يدعي ربنا كتير قوي انكم تتقابلوا او انه آآ تكونوا مع بعض آآ شايفة كده بشكل كبير قوي. وممكن كمان يستعين بحد آآ في انه يصلح العلاقة آآ ما بينكو. لكن انا شايفة فيه فيه ازمة هو بيمر بيها. او في حاجة موقفة آآ في الوقت الحي. آآ ده من ناحية آآ مشاعره. آآ نويات جاهك او تجاه العلاقة. انا شايفة الشخص ده شايف انه آآ في حاجات كتير تهدت او انهارت بينكو. آآ في آآ في كمان آآ ممكن يكون شايفك متجهله. آآ او انك انت مثلا هديت كل حاجة وبوضت كل حاجة وديت ظهرك آآ للعلاقة او للحياة او او لأيا كان الشكل الوضع اللي بينكو وديت ظهرك ليه وبعت آآ ممكن يكون شايفك كده يعني او انت اكتشفت خيانة في عدية المعبد على اللي فيه او حاجة كده آآ شايفة كمان آآ في نواياه الشخص ده عايز يتكلم معيك عايز ييجي ويتكلم معيك كلام يكون فيه صراحة وفيه وضوح شخص ده بيشوفك توقع مروح ليه آآ بيشوف ان هو مقدرش يستغنى عنك بيشوف انك انت شخص المناسب ليه آآ مفتقدك جدا في حياته فعايز يتكلم معيك آآ آآ بشكل صريح يعني عايز يكون فيه صراحة في الكلام ويكلمك ويحكي لك كل اللي حصل وكل الحقيقة ده لو السيناريو ده مناسب مناسب ليه كوي يعني آآ كمان شايفة في نواياه الشخص ده يعني آآ في حب كبير لك قوي وفي عايز معك استقرار عايز بعد عن طاقة سلبية او عن اشخاص سلبيين آآ آآ شايفة كمان آآ في آآ في سهلا عندكو طاقة سلبية آآ يعني كارت الموجود آآ الشخص ده ممكن كمان هو بالاكتر آآ يا برج الزيدي اللي بيعاني من طاقة سلبية فيه عنده طاقة سلبية ولو هو سيبك وراح لطرف ثالث فهو معي آآ مربوط با بطاقة آآ سلبية آآ هتلاقوا على القناة والفيديو بتاع آآ الفك التاقة السلبية او التخلص منها او السحر آآ موجود ممكن تسمعوها يفيدكو كتير آآ الشخص ده في عنده صراع داخلي ومشاكل كتير قوي ممكن يكون فيه مشاكل كمان مع الطرف الثالث ده ايا كان مين هو آآ شايفة فيه عنده ندم واحساس بحصرة واحساس بخسارة واحساس بان هو فقد حاجات غالية عليه شايفة فيه عنده الاحساس ده بشكل كبير قوي ومفتقدة جدا آآ هو شايفين مقيد برضو يعني مقيد في حاجة مش عارف آآ يخرج من عنده افكار في علاقتكو انتو اللي اتنين جميلة آآ وعنده كلام عاوز يحكيه معاك وعاوز يقوله لك لكن الشخص ده مربوط ومش قادر آآ يعني هو مش قادر حاليا ولو انتو متزوجين وعايشين مع بعض فانتو هتحسوا انه فيه جمود او برود عاطفي بشكل كبير في العلاقة والشخص ده ما فيه عنده او في جواه مشاعر كويسة ليك لكن هو في الوقت الحالي آآ مش قادر آآ مش قادر يعني يتكلم او يعبر عنها او كده يعني لكن هو فيه آآ وبيشوفك فرصة كمان يعني هو بيشوفك فرصة آآ صعب ان هو آآ يضيعها في الوقت الحالي او صعب ان هي تروح منه او تضيع منه آآ لبعضكم ممكن يكون الشخص ده بيمر بأزمات مادية مثلا او كده آآ لبعض مش نفس الشخص انا بكلمه يعني انا بقول كل الاحتمالات اللي ممكن تكون موجودة آآ في القراءة آآ ده لبعضكم طبعا لكن الشخص ده حاسس بندم وبخسارة وبتعب وبقليم وعنده كمان مشاعر حلوة يعني تناقض ده كمان في المشاعر هو تعبه يعني تعبه بشكل كبير آآ ده بالنسبة لنواياه آآ بالنسبة لخطوة القادمة الشخص ده ممكن يكون مسافر او فيه بينكم صفر آآ او انتم من بلاد مختلفة او ايا كان لكن المهم انكم انتم فيه بينكم آآ صفر بشكل كبير او ممكن يكون له بعضكم يعني آآ شايفة كمان للبعض آآ يعني في في خطوته القادمة ممكن هو يفكر في صفر او يفكر ان هو يبعد او يسافر آآ شايفة فيه آآ رفض من من حد فيكم للعرض او للعلاقة بسبب علاقة ثلاثية او بسبب طرف تالت او بسبب تدخل اشخاص سواء الطرف تالت ده حد من الاصحاب او اصدقاء حد من الاهل او او زوجة. في رفض هيحصل شايفة فيه آآ لو الطرف التاني ده اللي انت بتتعمل معي راجل يعني لو انت اللي تسمعني بنت من برج الجزي فالطرف التاني ده ممكن يكون متزوج ممكن يكون في حياته آآ زوجة تانية فعلا. والشخص ده متقلم والموضوع ده مسبب له حيرة كبيرة قوي. ده ده سيناريو. ممكن لو رفض من الاهل او كده فالشخص ده ممكن تكون انت جيت تتكلم معيه والشخص ده مش قادر ياخد قرار في الوقت الحالي. آآ بسبب آآ رفض الاهل ده. آآ شايفة فيه حيرة شايفة فيه مفترك طرق بشكل كبير. آآ شايفة آآ شخص ده محتار لكن متمسك بيك. ومستني حاجة تحصل كده من عند ربنا يعني هو مستني حاجة تحصل آآ فجأة آآ سوري لو فيه دوشة لو انتو بتسمعوا دوشة من البلكونة لان انا قاعدة جنب البلكونة فسوري يعني لو انتو بتسمعوا اصوات ناس او دوشة او كده يعني. آآ فشايفة الشخص ده مستني حاجة تحصل فجأة حاجة تحصل من عند ربنا آآ آآ وفيه بشرة على فكرة. يعني فيه بشرة هتجيلكوا ان شاء الله في حاجة ممكن آآ تحصل فعلا لان الشخص ده متقلم جدا بس انتم محتاجين انكم آآ لازم تخرجوا منطقة آآ منطقة سلبية. آآ بالنسبة لمصير العلاقة آآ انا شايفة في مصير العلاقة فيه فرصة كبيرة اوي مقدمة لكو يا برج الجزي. فرصة كبيرة اوي بعد حيرة كبيرة. بعضكم ممكن تكون كنت بتتعامل مع شخص البعض. آآ شخص مثلا كان سيء اتباع او تصرفاته كتير مش كويسة او آآ بيتعامل معك بشكل آآ فيه خصة كده وناديلة. ده للبعض منكو طبعا آآ وانت بتعمل بلوكة عالشخص ده وبتبعد عنه تماما في الفترة اللي جاية. انا شايفة ده بشكل كبير شخص انت حسيت ان هو هزمك او انتصر عليك بس بشكل مش لطيف يعني بشكل فيه آآ شوية خسيسة او كده. او ممكن تكون القراءة عكسية يعني. آآ فانت شايفك عامل بلوكة للشخص ده وشايفة فيه قدامك فرصة تانية. وفيه قدامك عرض حب قوي جدا من شخص. آآ فيه عنده ندوب كده فكري وعاطفي بشكل كبير. الشخص ده آآ يعني ممكن قلت انه من تلاتين لحد وانت طالع بقى. آآ لكن هو مش اقل من تلاتين. آآ ده سنة بتاعه. آآ وفرصة فيه فرصة عظيمة جدا مع الشخص ده. دي حاجة. فيه حاجة تانية كمان. آآ الشخص اللي انت معيه ممكن يكون بيرقبك. وعايز يقدم لك فرصة. آآ ممكن لبعضكم يكون في علاقة حب آآ صامت. يعني زي كده يعني انت معجب بحد ومش عارف هو آآ بيحبك او لأ او معجب بيكون او لأ فانا عايز اقول لك ان الشخص ده لو ده السيناريو يعني. شخص ده هو كمان بيحبك. وبيرقبك. وفيه فرصة بينكو انتو اللي اتنين في كلام ممكن يحصل بينكو انتو اللي اتنين. بس الشخص ده شوية عنده حيرة. بسبب ان هو آآ ممكن يكون في حد تدخل بينكو او سمع عنك آآ كلام آآ ما يكونش لطيف يعني كلام وحش او هو سمعه. او العكس ممكن يكون ده حصل معك انت انت اللي سمعت عنه كلام مش كويس او كده. آآ لكن انا شايفة في فرصة كبيرة بينكو. دي شايفها في مصير العلاقة لان انا عملت كراءة آآ بشكل عام لكل فئات البرج. آآ بالنسبة للنصيحة قبل ما اروح اتكلم عن العزبين. النصيحة بتاعتك آآ يعني آآ النصيحة بتاعتك انك تحب نفسك. انت محتاج تحب نفسك اكتر. محتاج آآ تميز نفسك او تكرم نفسك. او انك تعرف انك تفتحق كل ما هو افضل. آآ محتاج انك توازن كمان. يعني توازن انت ممكن تكون عندك مشكلة في الاخذ والعطى يا برج الجدي. ممكن تكون بتدي اكتر. ممكن تكون بتاخد اكتر. آآ آآ فخلي بالك في موضوع الاخذ والعطى حاول تحب نفسك اكتر وتهتم بيها. وتميزها او تدللها. آآ بحس انك تلاقي اللي يعمل معاك كده. لكن ما تستناش ده يحصل من بره الاول. آآ بعد ما انت تكون آآ هادرت صحتك او مالك او نفسك او عمرك او سنينك. حاجات كتير قوي تكون عملتها. وفي الاخر تستنى آآ مقابل من حد او حاجة من حد. لا اعمل كده لنفسك الاول. وبعد كده هتلاقي اللي قدامك بيتعامل معاك زي ما انت بتتعامل آآ بتتعامل مع نفسك. دي انا شايفها بشكل كبير. ولبعضكم في النصيحة انت محتاج تستشير حد آآ من اكبر منك او من زاوي الخبرة آآ في امور تخص آآ مثلا الحياة العاطفية او الزوجية او امور تخص الطاقة السلبية السحر والحاجات اللي زي كده. لكن الحاجات دي ما تتكلمش فيها مع اي حد انت محتاج اشخاص آآ زاوي آآ خبرة يا برج الجازي. بالنسبة للعازبين ايه جاي في حياتك? انت العازبين انت كنت مربوط لفترة مقيد في علاقة وممكن لبعضكم كنت مقيد في علاقة سلاثية برج الجازي وحاسس ان هي عبق عليك قوي وحمل. ممكن تكون انت في علاقة وحبيت شخص تاني او انت حبيت شخص هو آآ قريدي في علاقة. آآ الموضوع ده كان بالنسبة لك مسبب لك قزمة كبيرة قوي ممكن لحد الوقت هو عندك ومسبب لك قزمة كبيرة قوي آآ آآ شايفة في عندك التشفاء بشكل كبير من من الوضع ده ومن الحمول الكثير اللي عندك ده انت كمان يا برج الجازي من الشخصيات اللي بتيجي على نفسك قوي وبتضغط على نفسك وصحيتك وانتعرفش تقول لأ آآ فانا عايزتك في الفترة اللي جاية قول لأ بقى يعني قول لأ كتير كده والحاجة اللي ما تعرفش تعملها رفضها والحاجة اللي مش عايزها رفضها وخليك واصل في نفسك وانك هيجيلك احسن وانك هيجيلك افضل يعني علي ثقتك في نفسك بشكل كبير واحترامك لنفسك والانتك آآ هتحصل معاك حاجات كتير قوي في عندك فرصة عظيمة في عندك تواصل روحي مع شخص وفي عندك طاقة استشفاء بشكل كبير يا برج الجادي عندك فرصة كبيرة قوي سواء على المستوى المادي او على المستوى العاطفي او على المستوى العملي كمان بالنسبة اللي بيشتغله عندك قرارات حاسمة هتاخدها في الفترة اللي جاية بسبب قوة طاقة ايجابية آآ موجودة عندك والقرارات دي هتكون سليمة وعندك فيه شمس هتشرق في حياتك من اول وجديد آآ يا برج الجادي آآ شايفك آآ لو مستني ارتباط انت محتاج تخرج من طاقة آآ سلبية محتاج كمان آآ محتاج استشفاء محتاج قاعدة تقعد مع نفسك لكن انت في عندك فرصة كبيرة قوي للارتباط وفرصة كويسة موجودة عندك هناك عازبين وموجودة نفس الفرصة في مصير العلاقة آآ لبرج الجادي ودي تخصوك وكلكو طبعا وفي عندك قرارات سليمة اعتخدها في الفترة الجاية آآ بعضكو طبعا المستني حمل او انجاب في حمل وفيه انجاب في سعادة طفل سواء انت على مستوىك الشخصي او على آآ مستوى العائل يعني سواء هتسمع في العيلة او انت نفسك تكون مستني حمل او انجاب آآ شايفة عندك حاجة ايجابية آآ كبيرة اوي جاية برج الجادي بس حاول تخرج نفسك من اي طاقة تلبية حاول تخرج نفسك لو انت في رافض حسيته من حد او من اهل حد او من الكلام ده كله فانت بتاخدها من نفسك مش من الآخرين آآ فخلي ده شوية ما يهمكش واكتسب الطاقة ايجابية كبيرة وترد الطاقة التلبية علشان ما تأثرش عليك او على حياتك او على قراراتك آآ في الفترة اللي جاية لان انت داخل على فترة كويسة وبتسيب ماضي سيء على فكرة فيه ماضي سيء انت كنت مكيب فيه آآ بتخرج منه آآ